اللي تربط من الديمقراطية للاستبداد خالنا اسمع سيمونصف على الدنيا السلام سيمونصف قاعدة تشوف هذي الانتقال من الديمقراطية الى الاستبداد كان يقولت وليد صديقي المحامية معناها راجل وازن وراجل نعرفوه معناها مسهلا مش يعني لا يمكن انه انه نجي نهار لعيش الهمام ينقول انه يمثل اختر على البلاد راجل ديمقراطي نعرفوه وراجل مناظر مسهلا ما فيها شيء انا في الحقيقة قدرت كونه فما هدايا مجانية تعطي فيها وزارة العدل هل هي تقدر سياسيا ماذا يعني ان ان تحاكم العيش الهمامي على خلفية المرسومة 54 فصلها 24 ولا لا قطع نظر انه انت قد شخصها او رئيس رئيس الحكومة او رئيس الدولة باعتبار الراجل ناشط وزير سابق في المجال السياسي ويتحدد سياسيا معناها مسهلا يعني انا نستغرب هو لو كان مزيد مكلف بحقوق الانسان وعلاقه من ايدرس كولية والمجتمع المجال لا 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 من تقريب العامين فما عدم عدم تمثل الموقف والمشهد السياسي بالصحيح من قبل وزيرة العدل المسهلة ليست قضائية ليست انه او جاي الكلمة في الفيسبوك او انا حتى متاع نيزار بهلول قريتو النص لا ما فيه جاي لا يوحي اطلاقا حسيحي انت قد نجم انا انا نكتب نصوص في الفيسبوك يمكن اكثر في رئاس في رئيس الحكومة اكثر منه ومن حقي كاناش سياسي معارض ولا مش لي معارض من حقي ان ينقول هذي هداية تعطي فهم المعارضة هذي هذي هدية يخيطو البلاد في في معركة حقوقية واستبداد ما يشتعى استبداد ومعركة حقوقية في البلاد بحي سوفيان ما تماش استبداد في البلاد بدليل انه اليوم هوت عيتحاكر أو يتوير لا لا سمحت في مرحة تقليل لا لا ماشيين ولا نذهب الى الاستبداد والاستاذ عايش الهمامي بش يمشي للتحقيق ومشي روحوا الابيس وما حتى شكال مفهم ما حتى شكال وهو القضاء بشي يشوفه مفهم ما حتى شي برا روح ياني مسهلة سياسيين واعلمين والشوشة ما حصل في البلاد ما عند حقوقية علاقة بواقع الناس والله شو توا ولي الجليد هو كنا في العديد من المرات تعتبروا معناها انتقال من الديموقر دي لي هو صديقي ولي الجليد لو كيقال هذا يمكن منخفف الكلمتاع ولانه سماني شخصين يقولوا ديكتاتورية وقل لكم الحل انتقالية تؤثر التبدال عنده حق بشي هم القناعة هذي عليش كما كنا نحكيه على مجانية هذه التصرفات وعلى كذلك وانتي فيك الخصام وانت غياء عادل الناس إلا في معاملتي فيك الخصام وانت خذوا الحكم انتي تلفع القضية بعد يبني قدام محكمة متاعك يعني سماء اشكالية كبرى على هذا المستوى وزاد على ذلك احنا عايشوا لهم من عفوه منذ سنوات انخلت ودرجة كان ممكن يكون مني تلاشح رئيس المحكمة الدستورية لغمني تلاشح ستة مالات وتعرف تعرف انتمو في البال أنا سرحان وخاصة انتمو كله في البرلمان كذلك اني كصحفي وسوالي الجلد هلي تأمر علي هسري نتلاشح في خمسة ستة مالات تأمر عليه كان رفض الولسير اني طلعت في ثبنتاش انتخاب لكنه بكل صراحة أنا معسي منصف يقول هذي مجانية وهذا المرسوم في حد ذاته وزادة مجاني بكل صراحة احنا سمعت البلح سبسام تريقي يحكي هنا في برنامج مع أحد زملية قال وانو رئيس جمهورية رو كيش بدنا له عن مرسوم هذا كل ما نحكيه كل ما تفقين فيه عديد المرات قال يسمع قال هو مستمع جيد سمعت وقال حركات هي خي من الاجتماع تحول الى منجز نجم التحيه وعلى قلتي فاصل 24 فيها فاصل 26 يديهما ما يتمسيهش حتى مع روع المرسوم موجود بلاتي موجود بلدان اخرى لكن مش ضد الحليات انا معاوة انو لا نجرم الناس من اجل ارائيهم على خطر ارائيه قبل شجاعة الشجعاني تختلفهم عن سين كما قال فولتيل لكن نقولك نخلف معك مش تعد الموت مش تدفع انت على رايك لونك على هذا المحتوي نتسألوا ما هي الاجندة الخفية متاع السيدة وزير تعديل ما هي الاجندة الخفية متاع السيدة وزير حس برايك حس برايك هما خفية هما خفية لكن تحليل انت تأسي انا نختلف مع سيموصف كيقول انو هدية انا اعتبره سيفا مسلطا على رقاب المعارضة